تخنوه أصلاً غنوة ليلة مراد تخنوه تخنوه غنوة ليلة مراد وإسماعيل حبروك كاتبها وبليغ وكده وكادت المفروض أن هي هتغنيها في الإزاعة كانت في الوقت ده بقى ليلة مراد هتبتغني بس بتسجل في الإزاعة فبليغ استسمحها قال لها عبد الحليم لسه في البداية واللحن وقال لسه طبعاً طبعاً بس إحنا كان الغريب أنه عبد الحليم كان مش بس محبوب في الجمهور فيه سر حتى في الوسط الفني علشان شبهنا يا شفك هو تركيبة الولد المنظيف المصري ملامحه مش صعب عليك يعني أنت بتشوفيه طول الوقت في الشارع وانت مشيا تركيبة اليوتسم مع الحزن مع الحرمان عملت إبداع من نوع خاص عملت عنده كمان إحساس يعني الناس كانت بتحب حليم في كل الحاجات يعني مثلاً عايزة أقولك إحنا بس دولتي بنشوف دي حفلة من حفلات حليم وهو بيغني أنا بس عايزة الحقيقة استغربت حليم مشوار يعني عمل مشوار مع الموجي عمل مشوار مع بليغ وعمل مشوار مع عبد الوهاب حليم كان مختلف في التلاتة هو ده الزكاء إمتى أشتغل مع مين ده زكاء في إقدارة الموهبة حالاً أشتغل مع الموجي حالاً بليغ حمدي وأمل مصري في الموسيقى اللي زعل فيها محمد الموجي حالاً أشتغل مع عبد الوهاب هو عنده الإياس يعني هو زكاءه إمتى أعمل سنائي وأتكلم إمتى وزيع إزاي وأعرض إزاي وأعلن إزاي ترجمة نانسي قنقر